اشتركوا في القناة لوائح عندنا خمس لوائح لايحلوا العامة واللاحة السنسية واللاحة المجتمعية واللاحة الداخلية والتنظيمية واللاحة الثقافية هذه اللوائح مضبوب ان تبت في قضايا مفاتيح تضع حركة النار لوايذ الموقع السلطة امام التحدي المستقبلي في اطار احداث التحول لتحقيق مجموع اهداف الثور المرحلة الانتخابية السابقة بشرنا بالاحداث الاستجابة ولكن كان واضح الاستجابة تكون عنها مؤقتة وجزئية وتهدف الى التحقيق بعض الاهداف داخل الثورة ولكن اهداف الثورة عظيمة وكبيرة المدى وبالتالي الان الان مطلوب من حركة ان تبت في قضايا اساسية مثل الاعتلاف ومثل علاقة موقع الهوية من مشروعنا مثل النمط المجتمع الذي نبشر به مثل هذه القضايا كان نوعا ما فيها شيء من اللملمة وليست واضحة كافي الان وسنبت في هذه القضايا بشكل اوضح ومتا خيارات تبنيناها من قبل مثل الخيار الوطنية والتشاركية والتحديد للمجتمع وعدم فرض نمط المدى بالتدين على الناس والتأكيد على المجتمع المدلي لكن الان نريد ان نشبع هذه المعاني باكتر وضوح الان موقع المجتمع المدلي بالدولة خضية مستشكلة بفكرنا كحركة ونريد ان ننتصر لخيار المجتمع تغليب البنية المجتمعية والخيار المجتمعي على النفاذ عبر الدولة والسلطة للمؤتمر الى حد الان للافتتاح يوم الافتتاح التقييم على الطائر ما زال مرت بضع ساعات فيما لاحظته في خصوص التنظيم ومحتوي الكلمات الكثير من الإيجابي ولي بعض الملاحظات الأقل الإيجابية أحتفظ بها للتدارس الداخلي للتصويم فيما بقيه ولكن بكل الاعتبارات وبكل المقاييس ما يحصل الان هو لحظة تاريخية فارقة لن تعود بعدها حركنا ذا كما كانت من قبل هذه أول مرة يعقد مؤتمر علني بعد مسيرة طويلة من مؤتمرات السرية وهي فرصة لتجتمع جميع القيادات وجميع الأجيال وتقلب كل الملفات وتنظر في جميع المواقف وتصدر ما يجب من القائرات ولكن في تحضيري سيكون كل ذلك في اتجاه ترسيخ مسار الاعتدال والانفتاح والوسطية والوفاق بما تكون فيه والهي المصلحة الوطنية فوق كل الاعتبارات هل هناك شيء يجب مراجعة بعد قبل سنة أو مؤتمر؟ هناك الكثير مما يحتاج التأكيد والتدعيم والتثمين ولكن هناك بعض الأشياء التي تنتجوا ربما للمراجعة والتصويب سينظر فيها داخل المطاق أخر سؤال سمعني هل هناك بعض المفاجئات؟ ربما تكون هناك بعض المفاجئات ولكن في كل الحالات إن شاء الله تكون مفاجئات جميلة نعم نحتكب إلى صناديق الاقتراع لكن بعد الصناديق الاقتراع ما في مهزوم منتصر في شركاء في بناء الوطن نحن مش أوروبا ولا الغرب من يخز يذهب إلى سدة الحكم والطرف الآخر أو الآخرون يذهبون إلى المعارضة من حق الناس أن ينتصرفوا في موقع المعارضة ولكن نعم نحتكم إلى الديمقراطية وإلى صناديق الإقتراع لكن بعد ذلك نصوه معادلة ائتلافية في الحكم يشتري فيها الجميع والحمد لله لقيت كرسي من غير فكان ما فكيت الحك فموجوه افتقدتها وين الجوهري وين الوير منحبكم مش تنساو وأنا مسيرتكم خلف الناس بذلوا ولكنوا ما اخذوا شيء وعز الدنيا عز الدنيا أنك تبذل وما تأخذ شيء وأنك تعطي وما تطمع في شيء وأنك تعيش للمبدأ وللقضية وللعمة ولا تنتظر جزاء هذا مؤتمر تاريخي مشهادة صحفين اللي حاضرين هنا هو أول مؤتمر علني ويحضر من داخل وخارج المنسك هذا مؤتمر في ذلة تعقبية كذلك الحزبية كنا نعلم أن أكانش فما هذا المشهد السياسي أن يقوم حزب بمؤتمر علني مثل هذا وليحضروا أمني أحزاب الأخرى كذلك في هذا المؤتمر أعتقد أنه هذا المؤتمر وفي هذا زمن بالذات له عدة تحديات والشارع التونسي انتظر منه عدة انتظارات في نهاية المؤتمر هل يحدث مع انتخاب لرئيس جديد لحركة النهضة هل مدرش حين من النساء؟ والله هو المؤتمر سيد نفسه مش انتابع الأحداث هذية مش يكون في آخر اليوم مش لقع انتخاب القيادة إن شاء الله يكونوا على أقل في القيادات السياسية والمسكب التنفيذي نساء أهمل أكمل هذا وإن شاء الله القيادة تكون قيادة معتدلة وصدية لها قبول للآخر لها رحابة صدر واسعة وتحافظ على القيم العربية الإسلامية وتحافظ كذلك على حق الموطنة كحق وكواجب حسنا من كلمك تويك من الإجابتك اللي أنت متحوفة شوية يمكن من الصعود طير متشدد شوية في الانتخابة ولا لا أعتقد لأعتقد لأنه التوجه العام لحركة النهضة هو ماش نحو الاعتدال وقد بعت رئيس الحزب رسائل مبشرة في الحطاب الذي قدمه منذ حين الرسائل كلها مطمئنة ومبشرة وتحافظ على مزيد التشاور على مزيد الطائعيش على مزيد ائتلاف على توسيع ائتلاف الحكومي أي أنه هناك قوة مبرى تدعو المؤتمرين إلى قبول الآخر وبالتالي لابد أن يكون أن يفرز هذا المؤتمر قيادات أكثر اعتدال ربما في هذا المنهج هي معهدلة وصرية التحوفات لا أعتقد أن هناك تحوفات لأن حركة النهضة وكما رأيناها من انتخاب 23 أكتوبر إلى الآن هي ما زالت على ما وعدت الشرع الانسي وليس هناك أي تحوفات حتى أنه فما أشكو مقالرة وحركة النهضة في مشروع تأسيسي قدموا مشروع قانون يقول لرئيس جمهورية لابد أن يكون ذكرا هذا من باب المهالات السياسية ليس لدينا أي مشروع قانون في هذا الصدد حركة النهضة ليست على علم بمضمون هذا الكلام أي أنه مجرد بالبلاسياسية وإعلامية فقط وحركة النهضة هو خيار أن تكون وسطية أن تقبل آخر هذا خيار استراتيجي ليس بخيار ضرفي ولا خيار وقتي إنما هو دائم وسنرى سيعكس المؤتمر هذا المؤتمر سيعكس ما ذكرنا لقد متلت هذه المناصر وغيرها وساهمت الحركة ومإضافتها للمشهر السياسي التزمت بها وعملت بمقضاها بالتعاون مع كل الذين يقفون معها على نفس الهدرية الإظارية تم رضي منعقض في السير انتخاب مع اسم حركة النهضة نعم ومثل المثل من أن التيار متشدد شوية نعم شوية تقول التيار سلافي لكن التيار متشدد الذي يفوز في الانتخاب الجي نعم لا نحن لدينا سلافي أو متشد حركة النهضة نعم عننا اختلافات عدة اختلافات يعني عدة اختلافات يعني اللي يميز حركة النهضة واللي يمكن تلاحظ انت بيتي شابة بقاءها الآن لأنه فيها اختلافات في هذا التطور وهي يعني تتشكل وتبلور وتعيد تشكلها من حين إلى آخر وذين خليها الهدائمون وذين الاستمرار فعلا لدينا اختلافات داخل حركة النهضة على المساوات وجدت النظر في رؤيتنا فكرية في منهجنا في كل التصوفي بالكل لكن هذا ما يعنيش أنه ثم طيار سيصد عن طيار ايضا مستحيل وليس لدينا طيار متشكل سلي في داخل حركة النهضة سليك ثاني هل سيتم طرح موضوع الفصل بين العمل السياسي والعمل الخيري الاجتماعي والثقافي داخل الحركة أو داخل اي متى دوم اولاد أنا سأدعو كمؤتميرة وانا انتخبت على عن طريقة المؤتمر الجاوي وليتوز سأدعو مثليا الشخصية من وزوليك إلى فصل العمل الخيري والثقافي عن عمل الكامل سيتم الموضوع ذي في المؤتمر هناك العدي من الأخوة والأخوات المؤتمرين من مشاربوني هذا الرأي أنه لا بد أن يقع بصراحة إبعاد هل أعمل هذي عنا عمل حذر وأنا مع إلغاء مكتب المرأة وقسرة من هيكل حركة النهضة لأنها المرأة يجب أن تكون فعلة في كل المكاتب فالمرأة تحص بهذا المكتب وكثير من مكتب الشباب الشباب وكل قواء يعني مشارب في كل المكاتب في المكتب الإعلام وفي المكتب السياسي يعني أنا أتمنى أن يتنخذ هذه كلها جديدة عن حركة النهضة بعد هذا المؤتمر يعني فقط تشتغل في العمل السياسي العمل الفكري السياسي ثم تترك مجال الإبعاء الثقافي والعمل الخيري للعمل الشميعي والمجتمع المدني لأنه كما تستعيش إيراك سياسي وقع تستعيش إيراك ممتاز على مستوى العمل الجمعياتي فلما لا نعلم القويم بهذا العمل إن شاء الله ويبدأت تشتغل بيت سياسي في دور المميز للشخصيات العربية والدولية كيف تراه وكيف تقرأه؟ أقرأه في السياق التالي كانت النهضة في يوم من الأيام في المنافي وفي السجون وكانت كثير من الحكومات والدول والأحزاب تنهى بنفسها على صدافة رموزها والتعاطي معها اليوم أن نقضى بفعل الشعب التونسي وثوراته عادت مرة أخرى لا بفضل حكومات ولا أطراف خارجية لذلك أنا أقول هذا المكسب الكبير من الحرية هو مكسب للشعب التونسي ترجمة نانسي قنقر